إلى الشأن اليمني الآن فدليل آخر يضاف إلى سلسلة الأدلة وشاهد جديد على التهديد الذي تمثله ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن على دول المنطقة قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي حمل الميليشيات الحوثية المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في اليمن فوتل أشار إلى أن الأسلحة الإيرانية التي تصل الحوثيين تشكل تهديدا للسعوديين والأمريكيين الموجودين في المنطقة الإمداد الإيراني لميليشيات الحوثي بالسلاح بات تهديدا يتوجب التصدي له ولواشنطن معلومات استخباراتية عن حجم ونوعية هذا التهديد وتدفع بكل جهدها للحؤول دون وصوله إلى يد المتمردين الحوثيين معلومات كشف عنها قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتل خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جلسة استعرض خلالها قنوات الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية من أين يحصل المتمردون الحوثيون على صواريخ بعيدة المدى؟ يحصلون عليها من إيران كيف يحصلون عليها من إيران؟ أعتقد أن لدى إيران شبكة متطورة لنقل الأسلحة إلى اليمن تعمل على نقل السلاح عبر القوارب بحران أو عن طريق البر أو الجو حيث يتم إيصال السلاح ثم تجميعه واستخدامه لاحقا من قبل الحوثيين هل يمكن لهذه الصواريخ أن تصل إلى مبعد السعودية؟ لقد لمسنا تهديدات بلغت أبعد من حدود مطار الرياض الدولي لسنا سعداء بأن توجد مثل هذه الصواريخ في نطاق المواطنين الأمريكيين إنه تهديد خطير لهم لدينا مئة ألف مواطن أمريكي يعملون في المملكة العربية السعودية أخبرنا عن طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي نقدمها للتحالف في اليمن تركيزنا الأساسي في اليمن ينصب على مكافحة الإرهاب ضد القاعدة وداعش لكننا مخولون أيضا بمساعدة السعوديين في الدفاع عن حدودهم ونحن نفعل ذلك من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي والمشورة العسكرية نحن نركز في المقام الأول على الصواريخ الباليستية هناك والتهديد البحري الذي يحدث في باب المندب والبحر الأحمر غرب اليمن معنا الآن من واشنطن المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون نيكسون سيد نيكسون مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار هذه ليست المرة الأولى التي نسمع خلالها من مسؤول أمريكي أن إيران متورطة في دعم الميليشيات الانقلابية ميليشيات الحوثي بكافة أنواع الأسلحة تذكر السفيرة الأمريكية نيكي هيلي عندما عرضت جزء من الصاروخ الذي سقط في المملكة العربية السعودية وقدمت شرحا وافيا حول هذا الموضوع ومصدر وكل هذه الأمور الأمر اللافت في جلسة الاستماع هذه التي أشرنا إليها هي أن السيد أو الجنرال فوتيل أيضا حمل الميليشيات الانقلابية ميليشيات الحوثي المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في اليمن ربما هذا أوضح تصريح يصدر عن مسؤول أمريكي بهذا الشأن لماذا لم نسمع من قبل من الإدارة الأمريكية عن رأيها في هذا الموضوع تحديدا شكرا على استضافتي هذا سؤال وجيه للغاية أعتقد أنه بين الأشياء التي يحاول أن يحكي عنها الجنرال فوتيل هو طبيعة هذا التهديد وكذلك التعاون الإيراني مع الحوثيين في هذا التهديد فيما يخص الكارثة الإنسانية هذه الكارثة تستمر منذ سنوات وكذلك إذا رأينا ذلك يحدث على مرأة من السلطات في اليمن والتهديد من المجموعات الجهادية والحوثيين وكذلك القاعدة في شبه جزيرة العربية وداعش أعتقد أن الجنرال فوتيل كان يتحدث بما يزول في ذهنه ويتحدث عن أشياء الكل عالم بها لكن إيران بطبيعة الحال متهمة هنا لكن هو أول مسؤول ربما يقول ذلك بهذا الوضوح وأعتقد أن هذه الإدارة ستكون أكثر سرامة ووضوحا في الأشهر المقبلة مع هذه التغيرات التي حدثت في واشنطن وخصوصا في فريق الأمن القومي لترامب هل برأيك سيد نيكسن هناك تفهم كافي داخل بين أعضاء الكونغرس حول ما يجري في اليمن للتهديد الذي تشكل هذه الميليشيات الانقلابية ومن وراءها إيران لأنه بحسب سياق جلسة الاستماع والأسئلة التي تم طرحها يبدو أن اهتمامات أعضاء الكونغرس تصب معظمها في ما الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة هناك ما هو الدعم الذي تقدم ولكن هل هناك فهم لطبيعة هذه الحرب وللدور المزعزة للاستقرار الذي تقوم به إيران والميليشيات المدعومة منها نعم بالتأكيد وتعرفون شيئا من الأشياء التي لفتت انتباه الناس هنا في واشنطن واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية هذا طبعا يغير قواعد اللعبة وهي قدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ ضد المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة هذا الشيء تأخذه أمريكا الرسمية بشكل جدي حقيقي لأن هنا يتعلق الأمر ببعض المناوشات في اليمن لكن نتحدث عن قدرة اليمن بمساعدة إيران على استهداف وتهديد الجيران في اليمن جيران اليمن يعني السعودية والإمارات وسواء كان الأمر من واشنطن البيت الأبيض أو الكونغريس فهذا الأمر يؤخذ على محمل من الجد لدي شعور أنه في الأيام المقبلة سنسمع الكثير من هذا القبيل وسنسمع الكثير من هذه الأشياء التي تركز على إيران وعلى جهودها في زعزعة المنطقة ولدينا الاتفاق النوي الذي سيقرر بشأنه في مايو وكذلك بتعيين مايك بومبيو وزير الخارجية كما تعلمون مايك بومبيو هو متشدد جدا ضد إيران وليس هناك سقري أكثر منه هذه نقطة مهمة سيد نيكسون يعني ما الذي نتوقع أنت تقول أنه في الأيام المقبلة سنسمع الكثير من الإدارة حول هذه المسائل ما الذي نتوقع في الفترة القادمة خاصة بعد تسلم السيد بومبيو مقاليد منصبه في وزارة الخارجية بعد المصادقة عليه من قبل المجمس الشراء أعتقد أن وزير الخارجية المعين مايك بومبيو سيصبح متحدثا مهما باسم الإدارة الأمريكية وكذلك سيعبر بشكل أوضح عن رأيه المتشدد ضد إيران أكثر مما كان عليه الحال في عهد إيركس تيلرسون هذا سيكون مهما ومثيرا للاهتمام لأن بومبيو وأراءه مختلفة البنتاجون ما يزال لديه نوعا من التحفظ في الدعم النسبي للاتفاق النووي لذلك قد يكون هناك مفاوضات وبعض الاختلافات في الأراء لكن أعتقد أننا سنرى تلك الحرب الكلامية تتصاعد وخصوصا التركيز على سلوكات إيران وسلوكاتها الخبيثة في المنطقة هذه نقطة لافتة المؤسسة العسكرية على ما يبدو سيد نيكسن لها موقف مختلف إلى حد كبير مع موقف الإدارة فيما يتعلق بهذا الاتفاق النووي سمعنا من الجنرال فوتيل في هذه الجلسة بأنه يعتقد بأن الاتفاق النووي مع إيران يخدم الأمن القومي الأمريكي سمعنا كلام مشابه من الجنرال ماتس وزير الدفاع وكلام مشابه من الجنرال دانفورد رئيس هيئة الأركان كيف نفسر هذا التباين بين موقف المؤسسة العسكرية التي تنصح الرئيس في نهاية المطاف بهذه الأمور وبين موقف الإدارة وخاصة الرئيس ترامب والوزير المعين مايك بومبايو اليوم الاختلاف بين هذه القضايا الميدانية والسياسة لأنه أعتقد أنه بطريقة ما هذه الإدارة سيكون عليها أن تتوصل إلى سياسة يمكن أن ترضي الترفين وأعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي إذا شعرت المؤسسة العسكرية أنها ردي عنه ربما سيكون هناك صعوبة للإدارة الأمريكية لمواصلة سياستها وستراتيجيتها لكن الشعور هو أنه سيكون هناك تناغم بين رأيي المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية ومن أين الأشياء التي قد تحدث هي أنه ربما ستكون هناك جهود في عهد ترامب بأن نضع الاتفاق النووي في خانة وأن نبقيه هناك وكل القضايا الأخرى ستبقى قابلة للنقاش وإدارة ترامب قالت أن الأشياء الأخرى وهي سلوكات إيران في المنطقة هي التي تثير القلق وأعتقد أنه سيكون هناك رغبة من قبل واشنطن على التعاطي مع هذه الأمور من صلاحية وصفة دولية هذه نقطة مهمة دعنا ننهي بها سيد نيكسن التركيز في الولايات المتحدة في إدارة الرئيس ترامب هي بالمجمل بالأساس على الاتفاق النووي ترامب كما نعلم والكثير من مستشاريه يرفضون هذا الاتفاق ولكن فيما يتعلق بأنشطة إيران المزعزة على الاستقرار ومنها التدخل في اليمن كما أشرنا في بداية هذا الحديث إلى أي مدى الإدارة اليوم مستعدة لاتخاذ إجراءات معينة للحد وللجم هذه التوسع إيران وامتداد نفوذها سواء في اليمن في العراق في سوريا في لبنان أو في غيرها من بين الأشياء التي سنعينها هو أنه ليس فقط تركيز العسكر أنا أقول أن البنتاجون كذلك يركز على التصرفات النجمة من إيران وصدرة من إيران في المنطقة كل مدير للسي آي إي والمخابرات الأمريكية يكون له خلفية عسكرية وهذا يعني أنهم يريدون أن يقوموا بأشياء بشكل سرية حتى عندما يكون هناك عمل من الخارجية وذلك من خلال العمليات السرية والاستخبارية حتى يكون هناك مواقف متشددة ضد إيران في الأشهر والسنوات المقبلة شكرا لك جون نيكسن المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان معنا مباشرة من واشنطن